بخصوص التعديل الحكومي والانسجام الحكومي السيشاكير وبخصوص يعني هذه العملية كلها ولن الطبيعي هو نقول الكرة الحكومة منسجمة لكن هذا هو الواقع لن أغير واقعا الحكومة تشتغل بنفس مشترك والدليل هو أنها اليوم اجتماع دي اليوم قامت بإخراج مجموعة من المراسيم التي ارتبطت بواحد الحادث الذي هو كبير جدا المرتبط بالحوار الاجتماعي الذي جمع هذه الحكومة مع مختلف النقابات فنريد أن أكد لك بكل صراحة وبكل وضوح الحكومة الآن في ظل هذا الصياق الصعب على المستوى الدولي والتدعية دياله إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أهمه الوحيد هو كيف يمكن أن تنفذ برنامجها الحكومي كيف يمكن أن تكون عند حسن ظن جلالة المالك وعند حسن ظن المواطن المغاربة كيف يمكن أن تمر بلادنا في ظل هذه التقلبات المختلفة التي فيها ما هو دولي وفيها ما هو وطني مرتبط بشح تساقطات وقلة المياه وغلاء المواد ديال الطاقة لأيضا هي اللي كان نجو بها أيضا مجموعة من الخدمات المواطنين بما فيها الماء والكهرباء فهذه الحكومة تشتغل بنفس مشترك ونفس جماعي وطبعا لقاءة الأغلبية كلها لمرات كالهدف منها هو مناقشة مختلف القضايا التي يختص بها هذا المجال ديال الأغلبية فمن ناحية الإنسجام وطمئنك الأمور تسير في المسار الجيد الآن بخصوص تعديل الحكومي تعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري فيه شق سياسي وفيه شق دستوري الشق السياسي هو الشق المرتبط بالأغلبية وبالنقاش داخل الأغلبية وزعمة الأغلبية لغير ذلك والشق الدستوري هو الشق المرتبط بالإجراءات والمساطر ديال التفعيل الآن منين توفر هذا الشق السياسي مع الشق الدستوري أنا ذاك أنتكلم على تعديل ضرورة أن يتوفر هذين العنصرين أن يكون نقاش حول هذا الموضوع داخل الفضاء الأغلبية وتانيا هو سلوك جملة من المساطر التي يتكلم عليها الدستور والتي واضحة بما فيها التعيين ومن يتولى مهمة التعيين في هذه المناصب